قصة تكسر الدنيا لو اتعاملت مسلسلات لكن لكن لا عارفين نلاقي مصر في مسلسلات رمضان او اعلانات رمضان ولا عارفين نلاقي حاجة من المسلسلات دي في الواقع لان كل اللي مسيطر هي فكرة البطل الاوحد اه انت بص كده على افشات المسلسلات كلهم ابطال اتفرق كده على صور الافشات دي دي المسلسلات اللي انت هتعرض ليها جعفر العمدة بطل داكر اما ليه بابا المجال داكر معلش معلش نرجع تاني الجعفر العمدة في حاجة معلش نركز شوية في اه معلش نركز شوية ده الشهر المعيز واللي ورا دي المسجد الحاكم مش كده مأزانة مسجد الحاكم اوكي نلعب بقى نرجع البوستر اللي بعده مش ده برضو نفس القصة واللي انا فاهم غلط مش ده في نفس الليلة يعني شكرا بابا المجال اللي بياكل حرام الحرام ياكله اه الاسلوجن بقى بابا المجال الاجهر برضو الداكر الداكر الهيركليس اللي هيخلص الدنيا الكبير قوي ناقصة هي هي يعني فكرة البطل الاوحد حتى الستات حضرة العمدة خش بقى على الكبيرة بقى الديني بقى روجينا الديني روجينا في العدل كده ستهم اه فيه بقى العوضي بقى فيه العوضي بقى والحاجات دي اتفرج الداكر اللي بيبص بص التكشيرة مش ده لبس الوادي الايرلندي في المسلسل اه بيكي بلندر صح بس بتاع الغلابة ده ده بيكي بلندر العتبة اوكي على اي حال بص هو نفس القصة ضرب نار بص البطل الداكر الاشوس الاعور الاحول هي دي الفكرة يا حضرات ايه بقى الفكرة الفكرة ان انت تترسخ في دماغك صورة البطل المنقذ ويفدر الناس تفكر في نفس الدائرة البطل الاوحد الشجاع الجدع اللي دمه خفيف اللي ما بيعياتش يا سادة اكبر عملية تعليب وهندسة للأدمغة بتتم في رمضان عشان الحقيقة تشبع الناس بفكرة البطل المخلص الداكر ابو عدلات اللي رغم الفقر صحيته حلوة اللي بيقف مع الفقير ضد الغانب وطبعا ده اسقطع البطل اللي بقى بيركب عجل وينقذ مصر اه البطل اللي الست جزء قتلها بعيالها بس هو هيتصحر اول ليلة في العاصمة الادارية امه ليه البطل اللي مش عايز جنبه مشايخ لان انا مختلف انا لانا الملك فاروق ولانا الملك فؤاد ولانا خدو عباس حلمي انا مليش دين انا دين العاصمة الادارية عشان كده حضرات وحنا على اعتبار رمضان وفي اول ليلة انا بقول لكم نصيحة احذروا الاعلام العسكري احذروا الجرعة اللي تتعرضوا لها وهتتنسب فيها الادمغة من دراما المتحدة خد بالك من اللي هيتزرع في دماغك ويتصرب في دمك كما يتصرب النمل من بين اصابعنا هو ده ملعب الدكتاتور الاعلام اللي بيستغل متابعة الناس في رمضان للدراما عشان يغسل ادماغة الناس بالماء والصبون وتخرج اخر الشعر مش عارف تفكر ولا قادر توزن امور وتردد اي كلام عبيط عن الاشرار والخونة والمؤامرة الكونية والبطل المنقذ وكل افكار الدولاجية الخايبة وتفضل تايف في دايرة كبيرة جدا ويتلعب بيك عشان ده عشان ده يظل في الحب ولما يمشي يجي واحد تاني يبا هو اللي عنده كل جينات الزكورة كل ارمونات الزكورة عنده وتسحبت من البلد كلها نفس الفكرة هي دي الفكرة اللي بيلعب عليها لإعلام العسكري او حتى الإعلام في العالم كله او زي بيقول سندباد الكلمة لما كتب قصيدة حلوة قوي وبيقول حاكمنا يا باشا في كله تمام حاوي مخاوي ابن اللزينة بيلعب بشعبه زي العجينة وفارد اتاوة وطالق كلابه تغزي الفتاوي وطلض بحجج تقول ما معيش يقول الزكاء واجب وفرض يا باشا حياتي أصلا بقرض يقول زكاتك واجب وفرض فطرنا يا باشا هو الغدى عشان مفيش وكل أملنا بنحلم نعيش بنحلم في بكرة نلاقي الغموز وحلمي الولادي يعيشوا بكرامة يعيشوا في بلدهم بدون المهانة بنحلم 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 نعيش اشتركوا في القناة